خبره واللي عدنا عن ماريانا غريب وعيد ميلادها فمرحة يا حبايب كان عيد ميلادها تاريخ 16-05-2021 إن شاء الله ألف مبروك عقبال مليون سنة يا ربصر مرحة 20 سنة يا حبايب وطبع لو لاحظوا انه أغلب المشاهير واليوتيوبر عيد ميلادهم بعد الشهر والمناعتهم بيسان اسماعيل وياسو تيفي ودايلارو ماريانا وهي من اليوتيوبر مثل محمد مارو أنس صلاة صدفة حلوة يا حبايب لتنسوني حبايب النوت باركولة بالكومنتات على عيد ميلادهم الخبر الثاني اللي عادنا عن محمد مارو دخوله للتيك توك فحمد مار فتح حساب بالتيك توك من يومي تقريبا ونزع الحساب اللي الان بس فيديوهين وحساب التقريب ما وصل إلى 105,000 متابع فإن شاء الله ألف مبروك عقبال 10 مليون يا رب وطبع رحط لكم أول فيديو إلي بالتيك توك نزل شوفوه فاكتونا حبايب الكومنتات شرككم دخول محمد مار للتيك توك هل أجبكم مخاطعة أو لا؟ الخبر الثالث اللي عادنا عن ماي الجمال وفضيحتها الوداد اللي هي وماي أنس الشايب ثم ماي الجمال طلعت تحت البثث على إحسابها بالإنستجرام وبهذا بث مباشر يا حبايب صارت تقول بي أنه ويداد وحدها نصابة ومقضتها من محكم المحكمة وبنفس الوقت يا حبايب فلحت بي أنس الشايب في فيديو زادة 18 صراحة لأن الشايب قايز هو الشايزة 18 وهي ولد صراحة مرة قدر رحطوكم المقطع عندي فسارتي وبنزلت مقطع لقناتها باليوتيوب هذا المقطع حطت في المقضة زادة 18 رحطوكم رابط بالوصفة تمنى بكل رح تشوفوا المقطع وبعدين كملوا حاليا الفضيحة بحزان بتحبوا أن أزلكم فيديوهاته فيديوهاته هو وقعد بقل أكل من صفا عن جدي كتير أراف كتير يا كتير كتير جدي يا أنس من شفاء عليك أنت وأهلك مقضينها من أمك من محكمة مرة كبيرة هلا إحنا لو إحنا صغار وكذا مشاكل عملنا شي منظلنا صغار ومراهقين بس مرة كبيرة يعني ريحتلي من محكمة إلى محكمة بتنصب عن الناس طلعت أمك كمان نصابة يا ابن اللي بلاش أحكي شبتكم تعرفوا احكولي يلا يلا جايز أنا والجوكر نحكي شوي هيك شوية أمور عن هذا القرن شف حاله كيف أنه عم بتصور مع أختي الأجرب أبو ريحة هو عمره شم تركية عمره ما شمه غير عدور مايا بوصول الحبايب اكتبوا لي بيكمنتات شركوا بالفضيحة الأولى والفضيحة برابط قناة سارتيوب بالوصف الخبر الرابع اللي عادنا عن بيسانة مع عيل وعيد ميلاد فاليوم يا حبايب هو عيد ميلاد بيسانة مع عيل فإن شاء الله ألف مبروك عقبان مليون سنة يا رب وطبع حاليا صار عمر 18 سنة ومثما قالوا بالمقطع اللي نزلوا أنه بيسانة مع عمره 18 سنة حكوا لكم مفاجأة ولكن بسبب القاعدة صار حاليا فلسطين قرروا أن أجلوا مفاجأة وبنسبة وقت يأجلون الكليبات ومثلت أن يا حبايب يتعادوها بالكومنتات على عيد ميلادها الخبر الخامس اللي عادنا عن نارين بيوتو واخيرا ردها وتوضح للناس شنو بينها وبين موفلوك فالنارين بيوتو طرع تحت المقابلات ويا كارول وهذا المقابل يا حبايب سللة المذيعة وعندما يكون مشكلة بينها وبين موفلوك فردت عليهم نارين بيوتو أنه لم يكن مشكلة بينهم لكن لم يكن وقفوا التصوير بسبب أنه لم يكن في كارحلين صوروها ومن السلوكة أنه مراء عن ما يهملون بعض من تصورون يصوروني مع بعض ومشوية كلام أنا أعطوكم استوريات توفوها يصة لكن مثل ما أنتو بتشوفوا هالتصاميم هي بتصني قبل كل أنا بشوفها وأغلق أحياء بحط له اللايكات لأنه بحس أنه حرامة لأن الناس عم تتعب على هالتصاميمي أنا بشكل عام مو حدا رفيق كتير مقرب لأينا لأينا كلها بشكل عام بالقوقع اللي أنا عايش فيها ما عندي كتير رفقة فلما حدا بيدخل ع حياتي أنا متل ما عندي رفقة بنات عندي رفقة شباب فلما يبدخل حدا ع حياتي خلص بصير قريب منا متله ومتل العلم الناس قاعدة تعمل رومرز وحكايات وصص وزواج وكذا وحيك بس ما فيده في شي رسمي كان مع مو أو مع غيره هأطلع أحكي عنه هتطلع يعني التصريح تبعيك هو لو في شي رسمي أنت حتحكي فيه طبعاً شو لك يا صلى عمري 21 لقي تزوّج فيك تزوّجة تنزوّجة لعبن بنا افرح فيها طب ليه وقفتوا تصوروا في فكرة حلوة عندك عطني أبقر أبصور معوه خلاص يعني بطّ قصة أفكار قصة أفكار وقصة أنه أنا عندي قناة العربية هو عنده قناة الإنجليزية حياتنا يعني مختلفة عن بعض مثلا أنا خليه هو بصحى الساعة 8 الصبح أنا بصحى خمسة الظهر هو بينام عشرة بالليل بس قبل كنتوا تقدروا تلاقوا لما صار هالشي صار في إهماله من الطرفين للشغل بعدين اكتشفنا أنه It's not always having fun you know صار أنه هو عنده مسؤولياته أنا عني مسؤولياتي فعنا مشاكله عني مشاكلي أهله وأهلي فاكتشفنا أنه أنه خلص سوى لما نشيش الفكرة حلوية حتكونوا عندما تعملوه ياس يعني معقول نرجع نشوفكم بالفيديو ويتسوى إن شاء الله يلا أوكي شو عندما تكون اقتراحت يلا وبسطول الحبائي بكملوا بالكومنتان شاركوا بالكلام اللي قالتنا يا ربيوتي هل صدقتوها أو لا أو تتوقع أنه يكون مشكلة ولكن هما محابين أن نحجون بيها وبسطول الحبائي بلنها وصلت المقطع تتوقع المقطع ستارتيو بالوصف الكل اللي راح شوفه يشوفه في وضيحة أنه شايب ديسوى شايزة 12 ويا واحد وبسطول الحبائي بكملوا بالخصص ومع السلامة